أسماء الله تعالى حسنة لأنها يدخل بها الإنسان الجنة إذا أحصاها و إحصاؤها هو العلم بها هو معرفتها هو التعبد لله عز وجل بمعانيها و مدلولاتها بذلك يتم الإحصاء فالإحصاء ليس العد فقط أن تعدها تقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام و أنت لا تعرف معانيها إنما كمال الإحصاء الذي رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة في قول إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة هو في معرفتها أولا و في معرفة معانيها ثانيا و في العمل بمقتضاها و التعبد لله عز وجل بها و لذلك قال و لله الأسماء الحسنة فادعوه بها فدعاء الله تعالى بها هو بحث عن ثمرة تلك الأسماء علما و معرفة فإن العلم بتلك الأسماء يثمر ثمارا فإذا أثمرت تلك الثمار صلحة الأعمال و زكاة القلوب ترجمة نانسي قنقر